بسم الله أبو الأبن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر حسقيال هنبدأ صحاح 32 والجزء ده كله عن دينونة الأمم وخراب الشعوب الوسانية على يد مملكة بابل بسبب شرهم بعدما جد تهديدات وأخبار صعبة على بلاد اليهود صحاح 32 بيقول كان في السنة الثاني عشر في الشهر الثاني عشر في أول الشهر أن كلام الرب صار إلي قائلا يا ابن آدم ارفع مرثى على فرعون ملك مصر فرعون ده أخذ وقته يعني كذا صحاح في تركيز على مصر وفرعون مصر بسبب الكبرياء الشديد اللي كان فيه وكانت ساعتها مصر يعني تنافس أشور والأشورين دكوا الدنيا كلها وبعداً بقت مصر تنافس بابل وبعداً مصر بقى ساعتها يعني خادت حقها على يد بابل بسبب الوسانية والكبرياء قل له وشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار لو تذكروا من إصححين كان التجبيل الأساسي لفرعون مصر أنه التمساح الكبير على اعتبار كان يعني بيعبدوا التمساح وكان النيل فيه تمسيح والتمساح كان بالنسبة لهم يعني حيوان ضخم إنما ده لو عاش برا المية شويتين ينشف ويموت يعني فهنا فرعون مصر عاوز يطلع من توبه وعاوز يعمل فيها أسا دي يعني وقتها ويزأر كده على كل الأمم المحيطة فيه لما واحد يكون شايف نفسه أكبر كتير من حجمه دي مشكلة ناس كتير أنه بيبقى مش عارف ضعفه ومش عارف حدوده ولما بينجح في حاجة بيتصور أنه يقدر ينجح في كل حاجة وطبعا فيش هنا ربنا يعني لو فيه ربنا يبقى فيه التضاع إنما بيبقى باصص لنفسه كأنه يقدر ويقدر ويقدر في الحالة دي بقى لحصل شبل ولا أسد ولا تمسيح ولا حاجة خالص ربنا ساعات يسيب الإنسان يعلى 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 لعله يعني يشكر ويفتكر أن ربنا هو اللي كبير ويعرف قدره لما يقرب من نهاية حياته إنما لما الواحد بيقضى ليعلى يعلى وبعدين يصدق أنه هو بقى يعني كأنه ربنا يعني لازم له وقع جمده وشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار انضفقت بأنهارك وقدرت الماء برجليك يعني تعرفين بقى زي اللي بيبرطع ويرفز كده فطلع نطور الماء يمين وشمال بطريقة يعني تأذي تأذي هو عشان كده بيقول قدرت الماء برجليك تقضي مية مصري يعني ساعته الإنسان بيأذي نفسه بكبرياءه يعني يأذي اللي حواليه طبعا متكبر غضوب والمتكبر متعالي ممكن يهين الناس ممكن يدوس ممكن يظلم ممكن يعير ممكن يهين كل ده يطلع من المتكبرين إنما كمان المتكبر عمال يقطع في روحه ده بيبقى زي المجنون فهنا قدرت الماء برجليك يعني أنت الماء اللي هتشرب منها أنت قدرته زي راجل يكون متكبر في بيته وعايش في نكد على طول طبعا هو أنت سبب النكد في حد يعيش مع زوجة وأولاد نعمة من ربنا يفضل طايح فيهم طول النهار وبعدين تقول أصل البيت وحش ما هو البيت وحش بسببك أنت دايس على الناس فقدرت الماء برجليك هتيجي تشرب منها تلاقيها طعمها وحش في ناس كتيرة كده بتحطم حياتها وسعادتها بكبرياء كل الناس اللي بتمشي في الشهوات وحب المال والطمع الشديد والكبرياء بيقدروا ميتهم برجليهم وبالتالي بيقضوا أيام صعبة أوي وفي الآخر لو ما لحوش يتوبوا طبعا في هلاك أبدا عكرت أنهارهم في ناس بتعكر كده الحياة بسبب كبرياء هكذا قال السيد الرب أني أبسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب كثيرة وهم يصعدونك في مجرفتي يعني إيه أنت عيجي لك بقى اليوم اللي ربنا يحط الشبكة عليك زيك زي أي سمكة أو تمساح ويشدوك بره بقى واعتف فخ الصيات خلاص وهو السلطان بيفضل يعمل الإنسان في كبرياء لغاية فجأة ما يكتشف أنه تراب وأنه العمر بيخلص وأنه ضيح حياته كلها وأنه ما عملش خير وأنه لم يزجد لله ولم يعبد الله ولم يعرف الحقيقة أتركك على الأرض تعرفين بقى إحنا قلنا التمساح لو أقعد على الأرض كتير ونزلش المية حالة مش كويس أطرحك على وجه الحقل وأقر عليك كل طيور السماء وأجبع منك وحوس الأرض كلها خلاص بقى هيبقى مأكل للوحوش لأنه جلده خلاص بينشف وكأنه بيعفن أو يعني بعد ما بيموت كده ألقي لحمك على الجبال وأملأ الأودية من جيفك وأسقي أرض فيضانك من دمك إلى الجبال عقاب صعب ونهاية مؤسفة جدا للناس تبقى مشهورة وعظيمة ومعروفة وبسبب عندها وكبرياءها تنتهي ويطويها التاريخ وما حدش يبكي عليها حتى لأنه طبعا النوع ده بيبقى مفتري ما بيبقالوش حبايب يعني وتمتلئ منك الأفاق وعند إطفاء إياك كأنه كان له بريق كان له نور كده ربنا يجي يطفيه ربنا يحمينا أي نعمة في حياتنا تستحق دايما الشكر عشان الشامعة دي تفضل أيدا على أقل احمي شمعتك بأنك تشكر كتير أسطر على نفسك داري على شمعتك تئيد لما تداري وتبقى حياتك فيها خفاء وفيها شكر وفيها تقدير لله فيها تسبيح فيها عمل رحمة كده أنت ماشي في سكة مظبوطة حتى لو فيها أفراح وإنجازات ربنا يدمها عليك عند إطفاء إياك أحجم السماوات وأظلم نجومها وأخشي الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوءه وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة يقول الأباء لما الواحد تبقى مخه في الأرض قوي خلاص فكر السماء والسماويات وربنا خلاص ضلم يعني ما بيبقاش قادر يشوف ولا حاجة تاني أما السيطان ملأ قلب يهوزة لا شاف رحمة ربنا ولا افتكر كلام المسيح الطيب ولا عرف يعني يفتكر حتى أنه غسله رجلي قبلها بكم ساعة ولا افتكر أي ليلة من اللي كان يحكي فيها معاه ولا العز ده كله كل ده تمسح من دماغه فضلت بس الظلمة مسيطرة علي لأنه مش بسكة وحشة فهنا بيقوله أظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة يجي وقت الرسائل الروحية السماء اللي بتنور علينا دي ممكن تضلم تنشف لما الواحد يفضل يعند 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 حتى العزة اللي كانت تأثر فيه تبطل تأثر فيه والآية اللي كانت تفرحه خلاص من كتر العند ما عادتش بتفرحه والحياة الروحية اللي كان لسه فيها يعني إيه حتة زيارة فضلة كده تروح منه آآ الواحد يبقى مركز إنه لو في حاجة عادلة في حياته ما تروحش يلحق نفسه يعني أظلم نجومها وأخشي السماء الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوء أظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة وأجعل الظلم على أرضك يا كل السيد الرب وأغم قلوب شعوب كثيرين عند إتيان بكسرك بين الأمم فيه أراضي لم تعرف لما واحد زي كده فرعون مصر بيتكسر فيه شعوب كانت مستفيدة من وجوده كل دول يتغموا مش لأنهما بيحبوا على فكرة لأنهما كانوا مستنفعين من كبرياءه وغباءه يعني فيه واحد يبقى غاني قوي مس ففيه ناس مستنفعة من وجوده لكن لو كلمنا عن حب حقيقي لا أشرار ما عرفوش يحبه حتى بيحب نفسه بس بيحب فلوسه بيحب جسده لكن ما بيعرفش يحب لا ربنا ولا الناس كلما القلب يقفل كده يفقد حب الله وحب الناس فيتحول إلى أقل من الحيوانات فهنا بيقول الشعوب دي بتتغم لما عرفت أن فرعون مصر اتغلب يعني سقوط مصر في يد بابل في القرن السادس قبل الميلاد وحير منك سعوبا كثيرين ملوكهم يقشعرون عليك قشعارا عندما أخطر بسيفي قدام وجوههم فيرجفون كل لحظة كل واحد على نفسه في يوم سقوطك خلي بالكم المتكبر ماشي غلط وبيبشوا وراء ناس بصين له بإعجاب كأنه هي دي العيشة الحلوة زي أولادنا ساعات ينبهروا يعني بفنان معين بلاعب كرة معين طبعا الناس دي كلها ربنا حافظ عليها بس مش هو ده أجمل نجاح يعني بيبصوا لها على أنه دي شهرة وفلوس كتير أولا ممكن ما يعرفوش إن فيه كمية التعب قبلها مش قليلة لكن هل دي رسالتك في الحياة؟ هل دي القيمة الحقيقية ليك كإنسان؟ فين معرفت الله؟ فين معرفت الخير؟ فين دورك تجاه المجتمع كله؟ طبعا قلة قليلة من الناس دول المشهورين هم اللي حاسين بمسؤولية عن الناس ومهمومين بهم الناس لكن الغالبية بتبقى عايشة مع دماغها ونفسها وعاوزة مزيد من الشهرة والغنى ومشي في سكة وحشة فدول وراهم بيجي ناس كتير قوي بتبص لهم بإعجاب وينبهروا بهذا الموديل كده يعني شايفين إنه يا سلام ياريتني بقى كده كل دول طبعا بيتكبسوا كبسة صعبة لما يشوفوا النتيجة ومشيين في سكة زي ما سمّه المسيح ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه فبيقول دول يرجفون كل لحظة كل واحد على نفسه في يوم سقوطك لأنه هكذا قال السيد الرب سيف ملك بابل يأتي عليك بسيوف الجبابرة أسقط جمهورك كلهم عتات الأمم فيسلبون كبرياء مصر ويهلك كل جمهورها يعني إيه سيف ملك بابل كلام محدد التأديب جاي وجاي من نحية بابل هيجي عليك وطبعا الشر يخبط في الشر فتكروا القعدة دي ربنا بيسيب الشر يأكل بعضه في وقت وده التاريخ كله بيقول كده الأشرار في الآخر بيأكله في بعض لأن الشيطان مش بيحب الأشرار هو الشيطان الشرير طبعا فمس غرضوا أن الناس تبقى مبسوطة لا غرضوا هلكهم فلازم في مرحلة تشوف الشر بيخبط في الشر سيف ملك بابل يأتي عليك بسيوف الجبابرة أسقط جمهورك وكلهم عتات الأمم يسلبون كبرياء مصر ويهلك كل جمهورها وأبيد جميع بهائمها عن المياه الكثيرة فلا تكدرها من بعد رجل إنسان ولا تعكرها أظلاف بهيمة يعني كانوا يزعلوا قوي زمان لما البهيمة مثلا تنزل المية فتوسخها دلوقتي لا في مية ولا في بهايم ولا في رجل إنسان يعني الحكاية دخل على إيه؟ لأنها أرض مهجورة في القرون اللي قبل الميلاد جاءت أيام صعبة على بلادنا حينها إذن أنضب مياههم يعني المية تنشف ربنا يحمي بلادي وأجري أنهارهم كالزيت يقول السيد الرب حين أجعل أرض مصر خراباً وتخلو الأرض من ملئها عند ضرب جميع سكانها يعلمون أني أنا الرب في واحد ممكن يسمع الكلام ده بقالنا صححين ثلاثة بنقول مصر وفرعون وش رغلا صعبة ودينونة وخراب يقولهم ما الأشعية بيقول مبارك شعبي مصر اللي إيه؟ لأ دي استنى دي بقى رايحة نحية إيه؟ مجيء المسيح يعني الخراب والدينونة كانت قبل مجيء المسيح بعد مجيء المسيح مصر خدت بركة كبيرة إيه؟ المسيح مشي على أرضنا وباركها فبقت بلادنا دي لها مكانة خاصة في السم مكان الوحيد اللي زاره المسيح على الأرض غير بلده وعاش وسطينا ثلاث سنين ونص وأمنا العدرة بركت بلادنا عشان كده بلادنا دي غالية عند ربنا وفيها باركة فالكلام اللي بيتقال في الأنبياء ده قبل مجيء المسيح أما نبوءة أشعياء فكان واضح أنه بيكلم عن أن ربنا جاي مصر وهيبقى فيه مسبح في وسط أرض مصر وده ما اتفقش طبعا مع العهد الأديم كله المسبح كان لازم يفضل في أورشالي لكن يبقى فيه مسبح في مصر يبقى دي إيه؟ عهد جديد على طول فهنا بيقول حين أجعل أرض مصر خرابا وتخلو الأرض من ملقاها عند ضرب جميع سكانها يعلمون أني أنا الرب هذه مرثاة يرسون بها بنات الأمم ترثوا بها على مصر وعلى كل جمهورها ترثوا بها يقول السيد الرب يبقى على قد الافتخار الشديد على قد المرثاة عشان كده الأباء كانوا يخافوا قوي من المجد الباطل أو المديح القديسين كانوا يقولوا نستحمل الإهانة ولا نستحملش الكرامة ليه؟ الكرامة دي تخوف لأن الكرامة لما تزيد قوي ممكن نيجي بهدالة جامدة بعدها عشان توازن الأمور فاكرين لما القديس بوليس قال لألا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك السطان ليلطمني وتعب قوي بس كان ربنا بيقوله إيه معلش داي وزن ده أنت خدت كرامات كتير وخدت معجزات وخدت رؤى وخدت إعلانات وخدت بلاد خد لك شوكة بقى فقال أنا ما بقيتش مدهي خلص قال لي تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكبل إن كان ده يوازن ده أنا عاوز أروح السم فالإنسان المتواضع ما يحبش الكرامة والمديح وإن جاله إهانة أو تنغيص في حياته تقبله من إيد ربنا كعلاج كحماية لي من الكبرياء زي ما حصل مع أيوب الصديق فهنا الرساية دي كلها طبعا دي بقى إيه نهاية حالة أو نهاية إنسان ما تابش فالمرثا هي اللي هتكمل إلى الأبد الحزن الرديق بقى كان في السنة الثانية عشر في الخامس عشر من الشار أن كلام الرب كان إلي قائلا يا ابن آدم ولول على كل جمهور مصر واحدره هو وبنات الأمم العظيمة للأرض السفلي مع الهابطين في الجب الأرض السفلية أو تعبير الهابطين في الجب أباء الكنيسة شرحون ده الجحيم والجحيم ده أو الهاوية كل دي أسماء الجحيم الهاوية الأرض السفلية الهابطين إلى الجب كل ده عن حالة بعد الموت النفس بتروح فين بعد الموت بتروح الهابطين للجب أو اللي اسمه الهاوية أو الجحيم عشان كده المرنم يقول لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولا تدعى قدوسك يا رفا سادا يبقى هنا الأشرار نهايتهم دايما لتحت تبقى أجسادهم على التراب على الوش لكن نفوسهم ايه في الجحيم في الأرض السفلية وعشان كده نقول المسيح نزل إلى الجحيم من قبل الصليب إلى الأرض السفلة عشان يخرج أرواح الأبرار اللي انتظروا اللي حبوه اللي رغم أخطأهم كبشر كانوا بيجهدوا عشان يبضلوا مسكين في ربانه آدم بقى وكل الأبرار التائبين في الأهد الأديم دول خرجوا من الجحيم بعض الصليب على طول فهنا بيكلم عن مش بس بقى المصير هنا مفرعون كده في الزمن ده مات ومات متصعب وبعدين الأرض تبهدلت والأمم اللي كانت مستنفعة كلها تكسرت والخراب دخل بسبب بابل طب ده المنظر اللي قدام عينينا لا استنى مش دي الدينونة بس دي الدينونة أصعب من كده لأن النفس بقى النفوس بتروح فين؟ بتروح إلى الأرض السفلة مع الهابطين في الجب يبقى مش بس ما يزرعه الإنسان إياه ويحصل أيضا بيحصل هنا قدام عينينا لا ده الأخطر والأصعب أنه ايه؟ في عقاب أبدي في هلك أبدي في موت تاني مخيف الموت التاني ده اللي هو ما فيش بعديه تراجع ولا أيامه خلاص الموت الأول واحد يغمد عينه وينام ده حتى الأبرار بينموه ما يخوفش في حاجة ده الموت التاني ده مرعب ربنا يحمل كل زي ما بيقول في رؤية عشرين طوبة للذين لهم نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه اللي قاموا مع المسيح وعاشوا شبهوا كده دول الموت التاني ما يقربش منه الهلاك الأبدي ما يعرف لهمش سكة مما النعمت أكثر انزل والتجع مع الغلف يسقطون في وسط القتلى بالسيف قد أسلم السيف في الجحيم تتسوى الروس يعني ايه مش ده كان فرعون يقعد جنبه أصغر فلاح كان في مصر وأصغر واحد وأثني من أمة غريبة وكله في الظلمة ما فيش بقى كرامات في الجحيم ولا امتيازات ولا لو الناس تفهم كده كانت الناس كلها تتواضع لو الناس كلها أدركت أن الكرامة في السماء لللي تعب أكتر وللي حب الناس أكتر وللي كان إيمانه أقوى وللي عمل خير أكتر واللي عاش ملك ربنا وتشبه بالمسيح أكتر هي دي بقى الكرامة الحقيقية لكن كل اللي مشي في سكة الشر كله ده في الجحيم السفلي امسكوها مع كل جمهورها يعني كل الجمهور المنبهر بالفرعنة واللي كان بيعمل زيهم كل ده ايه دخل على الجحيم يكلموا أقوياء الجبابرة من وسط الهاوية مع أعوانه يعني ايه تلمى على أصحابه في الجحيم كل أعوانه كلهم بقى ايه متعذبين في الجحيم قد نزلوا نزلوا اتجعوا غلفا قتلى بالسيف الغلف اللي هم غير المختونين وفي الوقت ده إشارة للوسنين عموما يعني هناك أشور وكل جماعات أشور كانت قابل بابل بشوي وكان لها بريق ومجد عالي قوي اللي عاصمتها نينوي هتكسر وكسر تمام وتزلوا ومئات الآلاف ماتوا متصعبة في الحروب كل دول على الجحيم لأنهم عاشوا بفكر حيواني شهواني أرضي فيش حد بيدور على ربنا وعلى الحقيقة فقالوا هناك هتلاقي أشور اللي كنت بتبصلها كمثل أعلى فرعون عشان الأشورين في وقت تحتلوا العالم كله قبوره من حوله كلهم قتلى ساقطون بالسيف الذين جعلت قبورهم في أسافل الجب وجماعاتها حول قبرها كلهم قتلى ساقطون بالسيف يعني كل ما تبص على ناس مشهورة أوي كده ولا أغنية أوي ولا متكبرة أوي مش الكل فيهم ناس أطقياء مخلصين لكن الغالبية زي ما قال المسيح معاصر دخول الأغنية ملكوت السموات كل دول هيموتوا وبعدين لو ملحقوش يتوبوا ويصنعوا لهم أصدقاء بمال الظلم اللي فتحت إيديهم ده ده عقابهم صعب زي الغني في مثل الغني والععزر بالسيف الذين جعلوا رعبا في أرض الأحية يعني هما كانوا مسكين السيف للناس وبيهددوهم وشدين عليهم زيادة هو ده بيت اللي بعليهم على طول ما يزرعوا الإنسان إياه يحصد أيضا هناك علام وكل جمهوره إيه علام دي بقى؟ علام دي تعتبر عاصمة مادي وفارس بعد كده اللي فيها شوش عن القصر اللي تسمع عن حكايات أستير وكده لما بلاد فارس جات بعد بابل وحتلت العالم نحية إيران كده فالعلاميين دول بقى هما إيه كانوا أقوى ناس يعني الأشورين شوية والبابلين شوية والعلامين شوية وكل دول الفرعنة كانوا بيتنافسوا معهم بس تتقصروا وقت باب الكسرة جمد أولا جم بقى ابتوا علام دول كمان يعني يعلوا صوتهم هما كمان برضو على إيه على الجحيم والهاوية كلهم قتلى ساقطونا بالسيف الذين هبطوا غلفا إلى الأرض السفلة تلاحظوا نفس الجملة ليه؟ لأن كل اللي مشي في سكة الظلمة ومشي ورا الشطان وبقى ابن إبليس هيروح ورا ابوه وكل اللي مشي ورا ربنا وبيقول أبانا الذي من قلبه هيروح ورا ابوه فالموضوع سباين فكل دول قتلى السيف وغلفه وأرض سفلية لأنهم اختاروا الظلمة الذين جعلوا رعبهم في أرض الأحياء دول لما كانوا عايشين كانوا مرعبين بس راحوا فين راحوا مع الطراب وكمان أنفسهم في الظلمة حملوا خزيهم مع الهابطين في الجب في الدنيا دايما في أسماء عظيمة والناس تعمل لها مليون حساب وتخاف منها قوي وينتظروا كلمة منهم ويشوفوهم كده يعني ولكنهم يعني آلها ودول بعد ما بيموتوا بيروحوا فين؟ هتلر في عظامته ده اللي كان يعني مفتري على العالم كله ما هو تنسأ والدفن ويعني ناس كلها ما كانتش بتحبوا من كتر الشر اللي عملوا في العالم نعم هو كان سيف نفسه إيه ولا كأنه ربنا فالكبرياء وحس ربنا يحمي الناس كلها قد جعلوا لها مضجعا بين القتلى مع كل جمهورة حولوا قبورهم كلهم غلف قتلى بالسيف مع أنه قد جعلوا رعبهم في أرض الأحياء حملوا خزيهم مع الهابطين في الجب قد جعلوا في وسط القتلى العقاب واحد للأشرار هي سكة واحدة هو باب واسع بس نهيته صعب قوي خلينا في الباب الديق خلينا نمسك في صليب ربنا يسوع خلينا نحتمل آلام هذا الزمان خلينا نوطي رسنا ونسجد بالتضاع خلينا نحب الناس ونعمل خير كتير خلينا مع الطريق القرب ده اللي نهيته حلوة هناك ماسك وتوبال أمم تانية بقى في الشمال شوية وكل جمهورها حولوا قبورها كلهم غلف قتلى بالسيف مع أنهم جعلوا رعبهم في أرض الأحياء ولا يتجعون مع الجبابر الساقطين من الغلف النازلين إلى الهاوية بأدوات حربهم ووضعت سيوفهم تحت رؤوسهم فتكون آثامهم على عظامهم مع أنهم رعب الجبابر في أرض الأحياء المرعبين اللي كانوا عايشين دول ما تشوفهمش بعد كده حالتهم شكلها إيه أما أنت ففي وسط الغلف تنكسر ما زالك كلام على إيه فرعون مصر وجمهور مصر وتتجع مع القتلى بالسيف هناك أيضا أدوم وملوكها الأدوميين هما يعني أحفاد عيسو كل دول بردو وسنيين وكلهم ملوكهم وجبروتهم وانتهن هياة وحش الذين مع جبروتهم قد ألقوا مع القتلى بالسيف ويتجعون مع الغلف ومع الهابطين في الجوب أنا بمشي بسرعة شوية لأنه هو تكرار نفس المعنى بنفس الألفاظ كمان بس هو بيحكم على كل شعب على حدة بيقول مشوا في الكبرياء لغوا ربنا تحدوا إرادة ربنا النهاية هي النهاية هناك أمراء الشمال كلهم وجميع الصيدونيين الهابطين مع القتلى برعبهم خزوا من جبروتهم تجعوا غلفا مع قتلى السيف وحملوا خزيهم مع الهابطين إلى الجوب برضو حملوا خزيهم فاكرين لما القديس بوليس قال على ناس سابت المسيح قال عليهم بيبكي عليهم في فيليبي 3 قال لما بافتكرهم ببكي لأنه دول بدأوا مع المسيح قال إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم يعني في ناس من شرها تفتخر بالخزي يعني تصوروا لما واحد يفتخر بالزنا بالعلاقات الردية واحد يفتخر بالأزية أنه أزى الناس وبيقف يتمجد بالخزي واحد بيفتخر أنه سرق ونهب وظلم إيه ده ده لازم نبكي عليهم دول ده كده الشيطان عماهم دول ماشيين في سكة وحشة قوي مجدهم في خزيهم فهنا بيقول كل شوية عدة يمكن سادس مرة يقول حملوا خزيهم مع الهابطين للجوب خدوا الخزي ده كله اللي كانوا شايفينه كرامة وطلعوا على الظلمة الكحل بتاعة الجحيم ومنها على جهنم يراهم فرعون ويتعز عن كل جمهوره قتلى بالسيف فرعون وكل جمهوره يعني كأنه طبعا فيش تعزية في الجحيم خلي بالكم لكن يفاجأ فرعون اللي كان بصص لهم بتعملوك أشور ولا ملوك علام إنه دول يعني بينفسهم كلهم معاك في الجحيم إذا كنت يعني نفسك تبص عليهم زيادة لأني جعلت رعبه في أرض الأحياء فيتقع بين الغلف مع قتلى السيف فرعون وكل جمهوره يقول السيد الرابع إذن كان عندنا جزء طويل لو أنتم تابعين حسقيال بدأنا من أول إصحاح خمسة وعشرين ودينا خلصنا تنين وتلاتين كل ده عبارة عن دينونة الأمم ثمان إصحاحات عدى بينا على شعوب كتير قوي وانتهى بمصر بالذات خدت حقها في الكلام لأنه كل دول متكبرين كل دول ظلموا شعب الله رغم أن شعب الله خد خمسة وعشرين إصحاح تأديبات لأن ربنا بيكره الشر وبيحب الخير لو لقى أي شعب زي نينوى فيهم رمأ كده وهيتوبوا خلاص بقوا شعبه يعني ربنا مش عشان بيقول شعب الله كان زمان يعني اليهود بس لا دول لأنه ولد أبونا إبراهيم وأبونا إبراهيم ده يعني حاجة حلوة إيمان وأعمال وحاجات حلوة لكن كل اللي مش عكس إرطى الله كله بيتساوى زي بعض في الآخر فكل اللي فات ده كان دينونة الأشرار لأن الواحد بيستغرب في الزمن ده الشيطان عاوز يضحك على الناس بيقول لهم مفيش دينونة مفيش عذاب أبدي مفيش جحيم ولا حاجة ده موضوع مجازي موضوع معنوي معنوي كل كلام اللي بيقوله كتاب ده ويطلع معنوي دي بدعة يا أحبائي احذروا منها مسيح نفسه نطق وقال كلمة نار كذا مرة نار لا تطفى وقال كلمة عذاب أبدي وفي الرؤية يقول بحيرة النار المتقدة وقال ده مكان إبليس وملايكته وعياله عياله دي تفهموها بقى من يحنى لما مسيح قال انتم ولاد إبليس ويحنى عادها تاني في رسالته الأولى قال أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس خلاص إبليس واخد ملايكته واللي انتموا لي اللي انتموا لي دول أكتر من اللي انتموا الرباني للأسف لأن أحب الناس الظلمة أكتر من النور إذن الإنجيل واضح قوي وتحذيرته كتير قوي وأبواق الإنجيل كتير قوي والكورونا واحدة من الأبواق اللي بتفوق العالم عشان يفوق أنه انتم بصين على كام سنة في الأرض ما تبصوا للحياة الأبدية يعمل حساب المستقبل وقف الشر اللي في حياتك والحقتوك بسرعة وبعدين ساعات يقول لك الكلام ده بيوجع القلب يا حبيبي وجع القلب النهاردة أرحم من وجع الجحيم وجع جهنم للأبد وماله يعني لما ينخص القلب أو يبكت وماله لما نحزن حزن التوبة احنا محتاجينه وماله لما الواحد يخاف عشان يوقف الغلط اللي في حياته الناس مش مستحملة لأنها مش عاوزة حاجة تدايقها عشان كي مش عاوزة الباب تدايق من أساسه مش عاوزة صيرت الصليب ولا الوجع ولا تزل لا لا هي عاوزة صيرت الراحة بس طب ما هالراحة دي غشاشة الراحة دي خليها للأبدية ربنا وعدنا براحة أبدي لكن الراحة هنا خطر كان إليا كلام الرب قائلا يا ابن آدم كلم بني شعبك وقلهم هنا بقى هيرجع تاني حسقيال بيكلم شعبه فنرجع تاني بقى للكلام اللي يحمل نداءات توبة ومعها رجاء بقى عشان عارف ان انتو تعبتم مني التلات حلقات اللي فاتت كلها دينونة 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 لوحد ساعات يعني ايه يتعب شوية كده من كتر الكلام لا دايما الانجيل يوازن بعد ما يدينا اشارات واضحة قوي عن الداينونة ويخوفنا يرجع يقول لنا ايه ربنا حلو قوي ربنا طيب قوي ده انت بس ترجع له كل اللي عملته يتسال فهتلاقوا بقى ايه رجعنا تاني لنغمة الرجاء والتشجيع يا ابن ادم كلم باني شعبك وقول لهم اذا جلبت السيف على ارض جي سيف على ارض تأديب كده جديد ان اخذ شعب الارض رجلا من بينهم وجعلوه رقيبا لهم فاذا رأى السيف مقبلا على الارض نفخ في البوق وحذر الشعب وسمع السامع صوت البوق ولم يتحذر فهمين الحكاية اي شعب بيختار واحد عائل كده وناصح منتبه عشان يبقى رقيب يؤديه مكان عالي كده على الصور ويفضل دي شغلته ايه رائب اول ما يلاقي سيف جاي يعني عدوه جاي يبوق لما يبوق الناس كلها المفروض تصحى وتنتبه لان في عدوه جاي طب لو الناس سمعت البوق وكملت نوم لا بقى يستهلوا اللي يجرى لهم انما لو هو نفسه نامه ما بوقش ده كل زنب النازي هيبقى في رقابته وضحت الرسالة طبعا ده كان تشبيه واقعي لانه بيحصل في زمانهم فعلا كان ليهم رقباء على الاسوار شغلتهم كده النظر جدا انما احنا ربنا حطينا ككاهنة وخدام ان احنا نبقى رقباء نمسك البوق ده ونعلي صوتنا زي يحنى المعمدان صوته صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعه سبوله مستقيمة كل جبل ومرتفع لازم ينخفض يعني وطي راسك وكل وطاء كل يائس لازم يرتفع وبعدين المعوجات لازم تتعدل فده دور الرقيب ده دور اي معلم في الكنيسة لانه التنبيه والتحذير والانذار ضرورة وإلا الناس بتستسهل تعيش في الغلط فهنا بيكلم بيقول سمع السامع صوت البوق ولم يتحذر فجاء السيف واخذه دمه يكون على راسه لان السامع سمع البوق سمع الوعظة سمع الانذار سمع الكلام وبعدين قعد يتفلسف يقول لك اخذ كلامهم متعب مش هنسمع تاني للناس دي ماشي حبيبي بس انت سمعت ان في نهاية وفي عقاب أبدي والمسيح اللي فدأنا فتح لنا باب السماء والسكة مش صعبة لكن اللي مش عاوزها دمه على راسه فهو مش عاقبه كلامه احر طيب سمع صوت البوق ولم يتحذر دمه يكون على نفسه لانه ايه سمع بس مخدش حذره لكن المفروض كان يسمع وياخد حذره لما تسمع ان المسيح نفسه بيقول فيه جهنم وإحذاره 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 وصهاره واكتهده وكل دي كلمات رب المجد يسوع نفسه طيب تاخد كل الكلام ده واتطنشه يبقى دمك على راسك هنا محدش يلامت نقدر نلوم ربنا بعد كده أو نلوم الكنيسة اللي ايه كانت تقولي كلام اللي قاله المسيح يقوم الناس تزعل منها أو ترجمها أو تعترض عليها ماشي الكنيسة يا تتصلب زي مسيحها ده طبيعي بس ولادها دول مش يسمعوا كلام الحق فيقول لو تحذر لخلص نفسه تعبير مهم أول لو تحذر يعني لو خد حذره يخلص نفسه لو واحد خد حذره من الكز وعرف إن الكز بدأ مفيش كدبين هيدخلوا السماء هيخلص نفسه لو خد حذره من الزنا وعرف إن الزنا وفعلة الاسم الهمش مكان في السماء هيخلص نفسه لكن ما خدش حذره واستحلى السكة وهي لا فيها سعادة ولا فيها راحة بال ولا فيها حب ولا فيها حاجة عيدة إنما هو مش عاوز يعمل أي مجهود توبة ولا يوقف حاجة غلط في حياته خلاص يبقى دمه على راسه لو تحذر لخلص نفسه فإن رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق دي بقى مشكلة تانية إن الرقيب المراقب يعني بيشوف وبعدين يفضل ساكت يقولك لحسن الناس تزعل مني يزعلوا منك ما يزعلوا إيه ما يزعلوا يزعلوا ولا يهلكوا يزعلوا إيه يعني لما نتشتم إيه يعني لما نهان كلنا ما فيهش حاجة بس المهم في قلة قليلة هتاخد حذرها والتوب ده المطلوب فبيقول إن رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب جاء السيف وأخذ نفسا منهم هو قد أخذ بزنبه أما دمه فمن يد الرقيب أطلوبه برضو حكمة جميلة ليه واحد يقول يعني زنبنا في رأبة الرقيب لا استنى ما هو اللي هيتاخد هيتاخد بزنبه هو وحش هو كده كده ماشي غلط لكن حساب الرقيب أصعب ليه لأنه كان شايف الخطورة جاية وما نبهش الناس عشان كده الخطيئة اللي عن جهل أقل وطأة من الخطيئة اللي عن علم اللي عارف وفاهم حسابه أصعب لكن لازم يحذروا لأخواته ولازم يعلن الحقيقة ولازم يبقى متواضع القلب ما لوجه غرض غير خلاص الناس زي ربنا لأن الناس على طول بيطلغط لو له غرض تاني مش هيسمعوه أو هيتملقوه لكن لما يكون كلام حق حتى لو بيزعل طبو ماله يا ما المسيح له المجد قال كلام زعل ناس هو إصحاح الويلات ده تفتكروا كانوا مبسوطين بيبتع الكتب الفرسيين هو لما شد على تلاميذه كم مرة كان كلام مريح هو لما قال للشاب الغني اذهب بيع كل مالك مش مضى حزينة مش كل كلام المسيح كان بيعجب كل الناس يحنى المعمدان مسأل كلام في الآخر قطع راسه وهو أعظم مواليد النساء فلنحذر يا أحبائي لألا الكلام اللي يبدو جديد مش عاوزين نسمعه ونعمل زي الجيل اللي تكلم عنه القديس بولس يجمعون لأنفسهم متكلمين مستحكة مسامعهم يعني ايه يجيبوا المعلمين اللي ايه يبسطوهم يقولوا له منتو كده تمام طبعا دول الأنبياء الكذبة اللي بيغشوا كل جيل موجودين أما دمه فمن يد الرقيب أطلب وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت السرعي كلام بقى الحسقيال أنت دلوقتي رقيبي حسقيال فتسمع الكلام من فامي يبقى الرقيب لازم يعمله ودي قالها أرمية كذا مر لما تراجعوا سفر أرمية قال لو وقفوا قدامي هيخضوا مني ويقولوا للناس لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي لكن هم مش عاوزين يوقفوا صاد فأول حسقيال لو تذكروا كان المسيح يظهر ويحط الدرك في بقى حسقيال كده يأكله له أكل ويقول له كله كويس وهضمه عشان تطلع تكلم الناس إذن كل رقيب يعمل يسمع الكلام من فام الله تسمع الكلام من فامي وتحذرهم من قبلي أنت مش بتقول كلام من عندك أنت بتقول ربنا قال المسيح لو يقول مجد شاور لنا على النهاية وشرح حالنا يبقى لازم نحذر بعضينا إذا قلت للشرير يا شرير موتى انت موتى تقولوا لي الكلام ده تقلقى بلكده أيوة طبعا لما ترجعوا صحيح ثلاثة هتلاقوا جزء ده بيكرروا تاني لأن شغلانت الرقيب لما تلاقي الشرير تقوله انت في السكة دي هتموت موتى صعبة موتى أبادية هلاك خاف من النار يبني هنا لما تقول للشرير موتى انت موت فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه ذلك الشرير يموت بزنبه أما دمه فمن يدك أطلبه دا إمتى الشرير يموت بزنبه أما دمك فمن يدك أطلبه يعني دمه هو هطلبه من يدك لو ما كنتش عملته دورك وإن حذرت الشرير من طريقه اللي يرجع عنه ولم يرجع عن طريقه هو يموت بزنبه أما أنت فقط خلصت نفسك أنت هتنقذ نفسك كرقيب لما تقول كلام الحق مهما كلفك بعد كده المسئولية على السمع من له أذنان للسمع فليسمع القرار للإنسان ربنا مش بيكبر حد على حك لكن حد هيقدر يقول ما سمعناش حد هيقدر يقول ما عرفناش كيف هذا وإلى أقصى الأرض وخرج منطقهم وربنا لا يترك نفسه بلا شاهد ربنا عارف يوصل حقه لكل الناس أنت يا ابن آدم كلم بيت إسرائيل وقول أنتم تتكلمون هكذا قائلين أن معاصينا وخطيان علينا وبها نحن فانون فكيف نحيا بصوا بقى في ناس لما تسمع الكلام الشديد شوية يجيبوا الوش التاني خالص يبقى ما فيش فايدة وإحنا كده هلكنا وهنعمل خلاص خطيانة كتير قوي وخلينا بقى في الخيبة اللي احنا فيها يعني في ناحية عنده استهتار وفي ناحية تانية تستسلم على طول مع أي كلمة نشفة تجيب وراء وتيقس وتقول ما فيش حك ما فيش فايد فيقوب ربنا يرد على دول ويرد على دول فكيف نحيا قل لهم حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير هذه لازم تحفظوها هل ربنا بيفرح لما يلاقي واحد وحش وحش قوي يموت ويهلك أبد مهما كان وحش هل المسيح له المجد كان فرحان أن اليهود اللي بيصلبوه يهلكو اطلاق ده مات عشانه ولا الرومان المفتريين دول ولا دول لا يصر بموت الشرير فربنا بيوضح موقفه هو أنا لما بقول لكم النهاية وحشة ده معناه أن أنا مبسوط قوي أن الناس تروح النهاية دي أنتوا فاهمين إيه فبيقول حي أنا يقول السيد الرب حي هنا يعني ده حق لازم يدخل دماغكم لكأن ربنا بيقسم من أجل قوة القسم قوة الحقيقة دي دي حقيقة لازم تبقى مستقرة جدا أن ربنا لا يشأ أن يهلك أحد أني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه وياحي وعندنا بدل المثل مئات الأمثل كل قصص التوبة الجميلة دي بتقول أن ربنا بيفرح بالتوبة مش بيفرح بعقاب الأشرار الله يصر بأن يرجع الشرير عن طريقه وياحي ارجعوا يعني كل الرسائل دي إن كانت تحذير أو تشجيع غرضها كل ما حتى ارجعوا 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 عن طرقكم الرضية فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل إذن ربنا تاني وتالت وعاشر غرضه وياخدنا كلنا السام كل البشر بس لازم نرجع له لازم نمسك فيه ليس بأحد بأس من آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص وأنت ابن آدم قول لبني شعبك إن بر البار لا ينجي في يوم معصيته برضو دي مهمة ليه بر البار لا ينجي يوم معصيته أصلي فيه ناس تعمل شوية إيه تبرعات ولا شوية صلوات وبعدين تغلط ويبقى دي نقرة ودي نقرة ويبقى معتبر إن الغلط ده إيه مدفوع التمن بشوية بر عمله فيش كلام زي كده عند ربنا الحكاة مش كده خالص عند ربنا ده يبقى بر مزيف كل ده يطير كل ده يبقى مخشوش بدل هتغلط بأردتك وتعنت في الشر يبقى أنت لست برا حتى لو كنت بتصوم وتصلي وتعمل صدقات إن بر البار لا ينجيه في يوم معصيته والشرير لا يعصر بشره في يوم رجوعه قد كده ربنا عادل شرير وافترأ لكن يوم ما رجع وساب الشر كله كل الشر اللي عمله ربنا هيشيله طب والبر اللي كان فيه وسابه ورحل الشر البر اللي عمله برضه هيتسعر مش هيتحط خلاص لأنه اختار طريقه بنفسه ولا يستطيع البار أن يحيا ببره في يوم خطييته يبقى بيأكد تاني أنت يا إنسان مسؤول عن حياتك اخترت الشر عندك فرصة تختار الخير وتغير موقفك وترجع اخترت الخير حاسب لتغير موقفك وتختار الشر وتضيع فالقرار ملكك وهيبضل ملكك لآخر العمر إذا قلت للبار حياة تحيا إنسان مستقيم ومسك في ربنا وماشي في النور يبغتك كده سكتك على السماء كويس تشجيع حل فالتكل هو على بره وآثمة بره كله لا يذكر ليه؟ التكل على بره دخلنا في الايه؟ في الريسية بتاعت اليهود والكبرياء والبر الزاتي هيبطل توبة وهيبطل جهاد وهيبطل خدمة وهيبطل تعب تكل على بره التكل على البر يجعله شرير على طول طلعه من الخط وآثمة طبعا هيستسهل الغلط بقى من عامل خير كتير فإيه؟ فاكر نفسه يعني مدين ربنا يعمل بره كله لا يذكر بل باسمه الذي فعله يموت زي يهوزة ربنا يحمل كل يهوزة ما هو مشي مع المسيح وعمل خير وراح قرى وبشر زي إخواته التلاميذ ويمكن عمل معجزة تخرج شياطين إنما بره لم ينفعه لأنه آثمة بإرادته وساب السكة دي كله وإذا قلت للشرير موتا تموت إن رجع عن خطيئة وعمل بالعدل والحق إن رد الشرير الرهن وعوض عن المختصف هنا بقى يقوله بالتفصيل عارفين ليه عشان محدش يخدها بالسبة كده يقوله رجع عن شره يعني قال أنا آسف لا استنى هي التوبة توبة والتوبة لازم يبقى لها إيه؟ ثمار لازم لها أعمال لازم فيها قرارات لازم واضحة المعالم فبيقول بقى إن رد الشرير الرهن لأنه ارتهن يعني إذل الناس وكان بيداينهم وعوض عن المختصف وسلك في فرائد الحياة بلا عمل اسم فإنه حياة نيحة يعني دي توبة بجاد زي بتاعة زكة كده لما تاب رد الفلوس للفؤرة وبقية الفلوس رجع اللي كان ظلامهم هنا ده واحد شرير بيرجع عن شره بجاد إنما مش كلمة يعني فإنه حياة يحيا لا يموت كل خطيته التي أخطأ بها لا تذكر عليه عمل بالعدل والحق فيحيا حياته بدل استقام فعلا وماشي في النور بجاد حياة يحيا عاوز أقول لكم حاجة جات في بالي كده يمكن بره الموضوع بس شايفها مهم ليه في زواجات كتيرة اليومين دولي بتدت تتهز لأنه الطبيعي إن سر الزواج زي أي سر مقدس لازم اللي يتقدم إليه يبقى تائب وتائب توبة حقيقية إنما نفاجأ واحد طبعه كدب واقف قدامنا هيجوز هو أنت ما توبتش عن الكدب أنت جاي تتجوز إزاي الجوازة دي هو بوز ليه؟ لأنك أنت غير تائب تقول طبعه الناس بكلها بتجذب أيوة بس الكدب يعني يدخل شطان بيتك بقى الجوازة دي لازم هتتهز طبعا مش كان لازم تتوب وتكره الكدب وتجاهد ويبقى طبعك لا يمكن تجذب وبعدين تاخد البناية الغلبانة دي عشان تعرف تعيش معاك لكنك أنت بتستسهل الكدب ودخل على زواجك وعاوز المسيح يعطي إيده عليك طب ما هو أنت كده بتديت غلط واحد له علاقات كده إيه مش مريح وبعدين يقولك جوز أنت توبت يا ابني عادت قد إيه بعيد عن اللخبطة واحد مدمن ويقولك جوز استنى أنت من إمتى سايب الإدمان واستقمت ولا لا وعاشت حياة نظيفة ونقية فترة ولا لسه هو بس هتطلع من الحفرة دي فاجأة على الجواز طبعا الجوازة دي مش مبنية على توبة نفس الكلام في كل حاجة واحد جاي عاوزي تناول تتناولي زي بس حبيبي هو أنت توبت بجد أنت صالحت إخواتك أنت دفعت اللي عليك أنت التزمت بكلام ربنا وصياه كتعبير توبة الأول ولا هو التناول بقى لعبة ففي ناس بتتقدم للأسرار بجسارة مش فهم يعني إيه توبة هنا بيوضح بعد ما قال الشرير يطرق شره بتدى يدينا أمثلة لو كان اختصى بشيء لازم يرجعه عشان تبقى توبة صادقة مش مجرد إيه كلمة كده وخلاص حياة يحيا لو تاب لا يموت كل خطيته التي أخطأ بها لا تذكر عليه عاملة بالعدل والحق فيحيا حياة أبناء شعبك يقولون ليس الطريق الرب مستوية بصوا بقى تشوفوا ربنا قد إيه حقاني وعادل ولما تقروا الكلام ده بالذات فتكر أصحاح 32 ما حدث فينا يقدر يقول ربنا مالوش حق مالو حق جدا لأنه فاتح باب التوبة لآخر العمر طيب ورحمته واسعة جدا وبيشيل كل الخطايا في أطيب من كده لما يقول بقى للشرير اللي هيبضل يعنت في شره نهايتك وحشة وأنا بحذرك يبقى ربنا وحش ولما يقول للبار خليك واخد بالك من نفسك لأنك لو قلبت شرير كل اللي عملته هيروح عليك يبقى ربنا وحش ده عادل جدا يقوموا الناس يقولوا ايه ربنا سكته مش ساوية يعني مش عادل بل هم طريقهم غير مستوية اللي بيقول كده هو اللي مش عادل وهو اللي عاوز يغلط وربنا ما يكلموش وهو اللي عاوز يسوق فيها ويعمل اللي هو عاوزه كأن ربنا مش موجود فقال لا طريقهم هي اللي غير مستوية عند رجوع البار شرير عن بره وعند عمله اسما فإنه يموت به بعدها تاني لو رجع عن بره ومشي في الغلط هيموت بالغلط وعند رجوع الشرير عن شره وعند عمله بالعدل والحق إنه يحيى بهما يبقى أنت دلوقتي لازم تشوف موقفك أنت شرير ولا باي يعني أنت مسك في ربنا ولا بعيد عن ربنا اشتغل دلوقتي لأنك ما تعرفش بكرة ده هيجي ولا لا أنتم تقولون أن طريق الرب غير مستوية إني أحكم على كل واحد منكم كطرقه يعني من عضل الله إنه بيسأل كل واحد عن حياته مش بيحكم كده بمعايير خاصة ليه هو بس لا ده هو بيقولك أنت حبيبي اللي بتشهد على نفسك حياتك هي اللي هتحدد مصيرك ما يبقاش عدل ليه ده بقى لما تكون حياتك ومعاك حرية حقيقية ومعاك طريق وطحين أصادك وانت اللي بتختار وعندك فرصة تراجع في أي وقت طيب بيبقى ربنا بقى إيه لا يلام أبدا طبعا فهنا بيقول أنتم تقولون طريق الرب غير مستوية إني أحكم على كل واحد منكم كطرقه ويبقى كده المفروض نقوله معاك مليون حق يا رب ده اللي هتحكم علينا كطرقنا يبقى إحنا المسؤولين عن الدينونة يبقى كل واحد فينا ما يقدرش يبص بصة ويقوله يا رب ظلمتني بالعكس يا رب انت رحمتني لأني مع كل الشر ده برجعلك بتقولي خلاص حبيبي أنا مسامحك يلا بس تمسك إيه في الصح لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ناخد آية بتقول إيه إني لا أصر بموت الشرير إني لا أصر بموت الشرير أقوله معايا طيب عشان نحفظه إني لا أصر بموت الشرير تفضلوا نصر اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشئتك كما في السماء كذلك على الأرض خفزنا كثفنا أعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا للمزنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجل محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلانا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضو بسلام سلاما ربنا